عسليماء ومرحبا بالنس كل الحلقة هذي بشخصوها للتراجلة دي تونسي اليوم الدباء كبير برشة واليوم الكليم كثير وبرشة نستحكي وبرشة نستتكلم حتى كتشوف معنا في مواقع التواصل الاجتماعي الناس الكل دي ما تتكلم تقول لك اليوم شنو حكاية معين شعبيني مع التراجلة دي تونسي نحب نقول حاجة في خصوص الموضوع هذا اللي تحدثنا عليه من قبله ولي راو ما وشواليد اللحظة لخطر اليوم كتشوف برشة في التعليقات كتشوف برشة معناها الانتقادات اللي قاعد يتعرض لها المدرب نقول راو الحادثة هذية بالنسبة لنا راي ما هيش غريبة لانو نحب نسأل سؤال نقول وقتيش مدرب معين الشعبيني نجح في التراجلات التونسي فماش كون اللي بشي قولي والله ليه مدرب نجح وكان جح مع التراجي دي ملدي سيدو ملدي زويتو هزو الشامبيونز ليج وعمل للمستواء الممتازو هزبوتو اللي تنقلك راو الكلمة ذاية نظريا راو صحيح لكن على ارضية الواقع شنو اللي ضاف للتراجلات التونسي من حيث الاداء نقول لك راو ما ضاف حتى شيء التراجلات التونسي في العهد ذاكا والوقت ذاكا انا شخصيا معناها العبد الضعيف اللي عندي في النيفو معناها عندي الكافسي كان شديد التراجلات التونسي في الوقت ذاكا ونعمل نفس النتائج اللي لها مو يعني شعبيني مع التراجلات التونسي لانه في الفترة هذيكا ما شوفناش فوليوم دوجو ما شوفناش اداء في وسط الميدان كنا نشوفو ديما فما اندو فيديويل ديما فما حاجات فردية من اللاعبية تشوف سعد بقير اللي يسجل هدف ضد على ما اعتقد كن صدقني ربي ضد الاهل المسري تشوف اذربيا بدري تشوف يصف البليلي اللي يسجلك الاهداف معناه فان تيسجل اهداف ما شوفنا تقريبا حتى بنتوية تتسجل في الوقت هذيكا من انيماسيون اوفنسيف من تحرك متعام لعبية من ديزابيل كان يسيروا فوق الميدان من عرش هنا فما بنيتراسيون بش يدخل الوسط و بش يسجل اهداف معناه تكون كومبينيزون وتكون انشانمون ما بنيت الملعبية ما شوفنا حتى شايباهي هذي في مخصة الترجل هذي تونسي ومعيني الشعباني الفترة اللي قضاها في الترجل لكن هيد خلينا نزيد نقدمه بعد مخرج من الترجل هذي تونسي هي المدرب هذي شنو اللي عمل شنو البساج اللي عاملو شنو الفراق اللي يدربها معيني الشعباني ولا خلينا نقول وشنو الانجازات اللي عملها معيني الشعباني ميسيرش على خاطر ساعات كي تحكي على مدرب تقول والله المدرب هذي كان نجح مع فريق وزيد غادر الفريق هذي كمش ينجح مع فريق اكس مثال رو عمل من عرش شانا مقابلت بايا رو هز كيس مثال بش مقولوش حجم البطولات الثقيلة على خطر وقت اللي تمشي الدرب في مصر باريك زونبراك على من عرش شانا امتداد موسم كامل لازمك تكون نتدرب في الزمالك وإلى الاهلي بستهز الشمبيونه في المقابل تنجمت هزكوب وقت اللي تكون تريني في البورس عادي وقت اللي تكون تريني في خلينا نقوله معناها الجمعيات اقل من مستوى من الجمعيات اللي قاعدة تلعب على الشمبيونه في هذا من كل هل شفتم موين الشعباني يقدر انه هو بشي هز يكيب مش تتتوج بلقب متع كأس ما فما حتى شي معناها اليوم رو عاوتوا للترجال التونسي ما زدت حتى شي جديد انا المثال بش نعتيك ايكزومبل بش نعتيك حاجة هكا نحاول ونحكي وعليها ونفصلوها موين الشعباني وقت اللي الترجال التونسي يلقى ترجي خاصة الهنية نحكيه على الربلي دوفنسيف والوقفة متع الملعبية بعد ما تطلع بعد ما تحاول انه كنتي بش تبني الهجمة متاعك يصير الكونتراتاك ونو المال مولا هنا في الربلي دوفنسيف يعاود ويقفو الديفونساريات لكن الحاجة هذي انا شخصيا لحلتها ما تصلحتش نجيب نذكرك انا بار اكزومبل اهداف اللي كنت لقاهم الترجال التونسي في المقابلة متع المباراة النهائية ضد الولمبي البيجي على كنتراتاك كنا وقتها دي المدرب منزل جديد ومنزل معرفش الجلوب ومنزل ما ما شخصش معناها مشكلة الترجال تونسي تاوي تتصلح في قدم الهيامية لكن الاخطاء هذية منزلت قاعدة تتكرر في المقابلة متاع البيارح بار اكزومبل معناها نفس الاخطاء هي بيدها مفهمة شي يتبدل في الربلي دوفنسيف كل عادة دي ما تلقى معناها ضائعين رباعي محور الدفاع باللي قاعدة تبدل في الرباعي مرة يكون بنحميدة مرة يكون سهيلي الزوز الاثنائي هذكو مساعة لي في المحور واي مدرب يبدأ فيها مروحه وعارف شنوها قادم يقول لك روز ذاكو ما يشرك بين على بعض وقت اللي الزوز قاعدين يعملوا في الاخطاء وما فما حتى ديفونسير قادر انه يشعمل كوفيرتور على صاحبه مثل عادي نجم يغلط طوغاي بار اكزومبل لكن مرياح يكون معناها هو في الكوفيرتور وإلا يغلط مرياح يكون طوغاي في الكوفيرتور هذي وقتش نجم تشوفها تشوفها وقت اللي يكون فما تلاحم وفما انسي جيم ما بينزوز ديفونساريت بالنسبة للارير درواء ذاكو ما نحكيش عليه جملة لانه في الاصل بوشنيبة ومنعرش انا كان غالط في المعلومة هذين مسايش ينجموا لخيين يسلحوا لي اما اللي نعرف و اللي اللي مليع بهذاكو متكون في محور الدفاع وكان حتى تلع وانا في اللي كيب سينيور يلعب في محور الدفاع لكن وقتنا بين معلول هو اللي وضفوا على الجهة اليمين وحطوا يلعب اريير درواء راو مزال الترجل هذي تونسي قاعد يلوج على يروحه مع معين الشعباني هذي حقيقة اليوم لازم الناس تتقبلها سويا راو الناس تحب تفهمها ولا ما تحبش تفهمها ولا تقول لك ليه على خاطر الكلمة هذية كلمة متاع تنبيرون قول لك راني ما عنديش علش بشي ننبر لا على معين الشعباني لا على اكس لا على ايجري ايج لا على زيت دي ما قاعدين نحكيه وفي اللي قاعدين نشوفو فيه قلنا راو من قبل اللي 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 تحكي على جوارات ميكاورو غادي. تحكي على بطولة تونس بطولة تاريسة. تجيب انت أبرز الملعبية اللي قلت عليهم اللي موجودين في البطولة الوطنية. مش هما بيدهم الملعبية اللي بش نجمت نفس بهم على مستوى عالي. واللي نعرف انا نزيده نقوله لكم. تاوي اللي جمهور الترجع هذه تونسي رو مش مشكلته بطولة. جمهور الترجع هذه تونسي ما هيش مشكلته كأس تونس بشي هزه ويفرح بها وشمبيوناه وبرفو ويعطيك صحة. ماذا بيا نحب نشارك فيها وماذا بيا بيش نهزة تيتر هذه. لكن بيش كون بيش تهزوا تيتر هذه. هل بيش تهزوا بالملعبية اللي تحكي عليهم انتي احسن ملعبية موجودين في بطولة تونس. تم الانتي دابة متاحهم ودعمتهم بزيز ملعبية ولا ثلاثة ملعبية. معناها خلينا نقوله غشة وزوز لبريزيليين اللي رأوا اليوم ما تنجمش تحكي على ملعبية هذيكم. ومداما ما فماش فوق الميدان ومزلنا ما شفناهم مش فوق الميدان على خاطر اليوم خلينا نخر شوية من الموضوع تنجم تقولي مثلا الملعبية البرازيلي على مستوى عالي. خاصة لاني نحكي على الجسر تقولي لا تكون او في خصال فنية. كان يفقدهم الترجل هذه التونسي في المهاجمين اللي عنده توق. لكن وقت اللي تجيبهم للتيران ووقت اللي يلعبوا مع الترجل هذه التونسي. وقتها تشوفها اللي الملعبية هذي ما في الانتجراسيون خاصة تروي في الانسي جيم. باش يمشيوا مع فكر المدرب وإلا ليه. نكملوا في الحوار امتيعنا اللي قلنا رأوا اليوم استحقاقات الجماهير. اليوم تقول لك رانا ماذا بينا الترجل هذه التونسي. وهز الدوري الافريقي. اللخص الموضوع هيدا ونقول اللي رأوا مزال الوقت طيب بش تصلح. وهني نقولها على مسأوليتي مزال الوقت بش تصلح. بش تكمل الدعم السفوف متع الفريق بمليع بآخر يكون على مستوى عالي ويكون كاليبر. وزادة كيف كيف الأجدر مني أنا نقولها من طوى. انه ترجل هذه التونسي يبحث على مدرب في قيمة الاستحقاقات. على خاطر المدرب الفين فرنك والمدرب متعول جامعية ونصبر عليه. وندزه معاه وخليه وميسيل الشورى وبش تتصلح معاه. بصراحة يعني من وجهة النظر متاعي انه قاية اليوم لازموا يلوج على مدرب اخر. يلوج على مدرب تكون عنده افكار يوظفهم حسب الملعبية الي موجودين. الوقت اللي تشوف معناه مدرب قاعد يهز ويصبت ويبلبز وتفوق الميدان. ووقت اللي هو مدرب حتى اللحظة هذية. معناه من مشاكل ترجل هذه التونسي خاصة في وسط الميدان. عدم موجود التوليفة التلاثة الي يلعبوا في الوسترا. وسوى تحكيلي على تلاثة يلعبوا بيفويت. سوى تحكيلي على زوز بيفويت ومعاهم ريجسور. سوى يكون عندك واحد سنتينيل والاخرين يكونوا كومري ليير. اذيكا بالنسبة لي عمل المدرب. لكن شكون هم تلاثة ملعبية؟ لانيرا وقراءة غالطة ديما. فما هو امرو على خاطر جبته لازم اللعب ونخليه يكون موجود. الدربالي اليوم جبته نحطه هنا بيفو سنتينيل ونحطه. ومهما كانت النتيجة مع الباليش. اليوم سيفتقالي قاعد يقدم في مقابلة ممتازة. كيف كيف لازم نحطه. وشكون اللي معاه الله هو عالم شارع. راتهبته وطايشه على اليمين. ومرة تحطه على الكوروار ليسار. غشة الي قال لك رانيانا مليع بي نحذق اللعب على اليمين. وبعد في اخر الماتش. طايش وتحطه على اليسار. حصلوا له هنا بصراحة رو برشة كليم وبرشة حديث. حبينا نوضحوا بعض النقاط. وان شاء الله يكون المساج وسلم. ميخسيبوكو على المشاهدة. يعطيكم الساحة نطلقاو في موعد جديد.